دي سلسلة جديدة قررت أسرة برنامج إبرة وخيط تبتديها إحنا بنهتم بصحة بلد بحالها أمور كتيرة في الدنيا تغيرت في مجال الصحة ومجال الطب عندي اختيارات كل يوم أنا بعملها هل بتحرك ولا هل قاعدة باستمرار مجتمع يمكن يتصف بالقدارية أنا واحدة من الناس اللي جربت وفعلاً بيحمي من الحواس دي علامة خطر أربع تلاف مادة كيميائية سامة موجودة في التابخ يتعامل معها زي ويتعايش معها زي أنا لي حقوقها عند الدكتور جالهم جلطة وهم عاديين على الإنترنت لما بنسألوا عليها يقول ده أنا مقدرش عايش من غيرها فإذاً صحتنا مسؤوليتنا